اهلا وسهلا فيكم وفقرة جديدة من منشيت رح نبدأ مع دوري أبطال أوروبا هالبطولة اللي تعتبر لأكثر مشاهدة ومتابعة على مستوى العالم في الجولة الأولى قدر انتر ميلان أن يحقق فوز صعب جدا على توتنهام في السانسيرو وبهذا الفوز عنوانة اللاقازيتا صرخة انتر السانسيرو ينفجر مع الفرح هزم الإنجليز 2-1 أما عن فوز برشلوني الكبير على عيندهوفن فتغنت الاسبورت بالأرجنتيني ميسي بعد أن سجل الهاتريك وكتبت تقدم إذا أردت ذلك وأضافت ميسي أحرز هاتريك وأثبت من البداية أن دوري الأبطال هو هدفه هذا الموسم ومع تسجيل رونالدو لأول أهدافي مع اليوفي هذا الموسم كتبت الكورييري دي الاسبورت رونالدو يرضي جوعة بتسجيل هدفين يعززان من صدارة يوفنتوس في السعودية بعد أن تم تعيين محمد بن فيصل رئيسا لنادي هلال للسعودي عنوانة الأندية أهلا من الذهبي إعفاء سامي الجابر من رئاسة الهلال وتكليف الأمير محمد بن فيصل وهيك بتكون خلصت فقرتنا لمنشيت لهذا الأسبوع بنشوفكم من أسبوع الجاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر